اصدرت مفوضية شرطة اقليم عفر بيانا يوم امس حول الاوضاع الحالية في الاقليم واشار البيان بان الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الارهابية هاجمت اربع مقاطعات في بلدة فانتيراسو واول هجوم للجماعة الارهابية كان في مقاطعة تسمى يالو وذلك بحسب نائب المفوض والقائد العام للقوات الخاصة في اقليم عفر محمد سيراج وقال انه بدأ في الساعة الثالثة ليلا واستمر طوال النهار واوضحا انه كان قاس جدا واسفراء العديد من الضحايا من بينهم نساء واطفال وكبار في السن وبعدها واصلت الجماعة الارهابية هجومها في مقاطعة كالوان وكما نتذكر جميعا المذبحة التي شنتها في مخيم للاجئين بيغاليكوما وادى الى وفاة مئتان وسبعون من الابرياء في اقليم عفر بالاضافة الى ذلك قامت الجماعة الارهابية بتدمير مستودع يحمل مساعدات انسانية كافية لثلاثين الف شخص واوضح محمد سيراج ان الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الارهابية شنت الهجمات المختلفة في اقليم عفر للاعتداء على الابرياء وعلى سيادة الاقليم واشار ان قوات الامن الاقليمية بالتعاون مع القوات الفيدرالية وقوات اروميا الخاصة تعمل لمحاربة الجماعة الارهابية واكدا ان الجبهة الشعبية تكبدت بخسائر فادحة على نفسها في الممتلكات والاسلحة وفي هذا الصدد اعرب محمد سيراج بان اهالي الاقليم اثبتوا دعمهم لقوات الدفاع الوطني في حين تم تراجع الجماعة الارهابية للخلف واخلائهم من العديد من المقاطعات واوضح في البيان ان ما تقوله الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الارهابية بانها تراجعت للخلف لجلب المحبة بينها وبين شعب عفر هو امر عار عن الصحة واكد ان اكبر مثال يثبت الحقيقة هو ما حدث في مخيم غاليكوما وعلى صعيد اخر قام بالرد على اشاعة ان قوات الدفاع الوطني تتعاون مع قوات الجماعة الارهابية واكد انه امر غير صحيح مشيرا بانهم يقومون بنشر الدعايات الكاذبة على اهالي عفر لزعزعة السلام والاستقرار كما اشار المفوض لشرطة اقليم عفر علي داني ان جهود قوات الدفاع الوطني القائمة في الجبهات تتخطى القضاء على الجماعة الارهابية وتسعى لنشر السلام والاستقرار في الاقليم واكد مجددا في الختام ان شعب عفر والقوات الفيدرالية والاقليمية بالتعاون مع قوات الامن على استعداد تام لمواجهة اي قوة تمس بسيادة ووحدة الاقليم وحثوا الشعب بان يتبعوا تعليمات الحكومة وان يقفوا الى جانب قوات الدفاع الوطني